أهلا بكم مشاهدين أكدت وزارة الأعمار العراقية استكمال إجراءات ترحي ست مدن سكنية باعتبارها فرصا استثمارية بالتعاون مع القطع الخاص وقالت وزارة الأعمار إنها تهدف لتوفير وحدات سكنية لدوء الدخل المحدود عبر شراكة تعالى لأول مرة في العراق وسيجري تزويد الوزارة بعدد من هذه الوحدات السكنية من قبل المستثمرين بغرض توزيعها على الفئات المستحقة في المحافظة المعنية وتطمح بغداد لتوفير عشرات ألاف الوحدات السكنية لحل جزء من أزمة السكن في ظل عجز يقدر بأربعة ملايين وحدة سكنية وللحديث عن هذه الشراكة مع القطاع الخاص ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حسام محمد علي أهلا بك حسام حسام هناك عجز يقدر بأربعة ملايين وحدة سكنية في السوق العقاري العراقي ما هي أهمية هذه المدن الجديدة في تغطية الاحتياجات المحلية نعم الحكومة العراقية سبق وأعلنت إعداد التصاميم لإنشاء عشرين مدينة سكنية جديدة أعلنت عن خمس منها في بغداد والأنبار ونينوى وبابل وكربلاء هذه الخمسة قالت الحكومة أنها ستوفر نحو 250 ألف وحدة سكنية الآن هي بصدد الإعلان عن ست أخرى قريبا قبل نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل أيضا ستوفر ذات العدد من الوحدات السكنية هذا العدد الذي تعتزم الحكومة توفيره عبر البدن السكنية الأحدى عشر لا يقترب كثيرا من الفجوة التي صنعها النمو السكاني المضطرد في العراق الذي أوصل نفوسه إلى 43 مليون نسمة في ظل نسبة نمو مضطردة تصل إلى 2.5% الحكومة العراقية تقول أن المدن الجديدة ستستمر ضمن سياسة حكومية صارمة لإنهاء أزمة السكن في العراق والآن هي في طور استقبال العطاءات للمدن الخمسة الأولى بحسب وزارة الإعمار تقول أن هذه الوحدات ستكون أيضا خارج المدن لمنع حصول زخم سكاني داخلها كذلك هذه المدن عززت بمشروع سكني مشروع مدية بسماء الجديدة التي ستوفر نحو 80 ألف وحدة سكنية بالنهاية هناك حراك حكومي لكنه ليس بمستوى الأزمة التي أوصلت أسعار الوحدات السكنية إلى ما لا يقل عن 200 ألف دولار لكل 100 متر وهو رقم كبير بالحديث عن أسعار هذه الرقم كبير جدا هل الحكومة تتحدث طبعا عن توجيه هذه المدن السكنية لذوي الدخل المحدود هل هناك خطات لدعم حكومي لأسعار المساكن بسبب غلائها نعم الحكومة تقول أن الوحدات الجديدة ستفرض على المستثمرين تخصيص من 10 إلى 25% من هذه الوحدات للموظفين وذوي الدخل المحدود تباع بالتقصيط وبأسعار رمزية أيضا الحكومة تقول أنها تنبهت إلى الأخطاء التي حصلت في السابق في حالة الوحدات المدن السكنية القديمة السابقة والتي لم تشترط على المستثمرين وضع سقف محدد للأسعار السقف الوحيد الذي يحدد هو في مجمع بسماء السكني الذي نوعا ما أسعار وحداته مقبول قياسا بالوحدات الجديدة ونالك مدن سكنية في بغداد تصل أسعار وحداتها إلى أكثر من 500 ألف دولار وبالنهاية حكومة تقول أنها تنبهت لهذا الموضوع وستسيطر على أسعار المدن الجديدة وستفرض أسعار مقبولة للشعب العراقي شكرا حسام حمد عالي مرسل العربي على هذه المدخلة من بغداد ترجمة نانسي قنقر